قوم رضوا بيسير من ملابسهم والقوت لا تخطروا الدنيا بهاجسهم صدورهم خليات من وسوسهم فاصحابهم وتأذب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموك وراء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله مشاهدين الكرام ما زلنا معكم في برنامجنا سمات أهل التصوف تحدثنا في حلقات السابقة عن التصوف بشكل عام ومن هو الصوفي وما هي أهمية التصوف الآن بإذن الله تعالى في هذه الحلقة سنبدأ بالحديث عن أهم الصفات وأهم السمات التي ينبغي أن نتحل بها المنتسب لهذا الطريق الصوفي والآن نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ طارق المحمد حياكم الله شيخنا حياكم الله وبرك الله فيكم شيخ عني بناء على ما ذكرناه في الحلقات السابقة هل يمكن نحن أن نطلق على أنفسنا صوفية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله نسأل الله أن يستر علينا ويحفظنا هذا شيء مهم شيء الآخر من بلغ ثمرة حسن العمل والاتصاف بمقتضى خطاب الله تعالى عز وجل وخطاب رسوله وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم ذوقا وتحققا ذلك هو الصوفي نعم عن نفسي أنا لا أقول أني صوفي بارك الله لك ونسأل الله سبحانه وتعالى إن قابلنا من المؤمنين المستورين مستور الحال إذا قابلنا وعفى عنا فهذا يعني فضل منه وكرم فلا يسمى الصوفي صوفيا إلا إذا وصل إلى مرتبة اليقين ومرتبة اليقين وعين اليقين وحق اليقين التي هي يعني من ثمرات أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك نعم فهل نحن يعني نستشعر هذا ونراقب الله سبحانه وتعالى في جميع أفعالنا وأحوالنا وننتهي عن المنهيات لأننا نستشعر رقابة الله علينا لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يسترى علينا يعني الإنسان بعد أن يسلك بهذا الطريق يعني يطلق عليه اسم الصوفي هو لما سلك من حيث الظاهر وكان معهم نعم ووالاهم وسار في طريقهم مجتهدا ومحاولا أن يكون منهم نعم وإن لم يبلغ مرتبة اليقين يعتبر متصوف نعم بشرط أن لا يكون عنده انحرافات تدل على الخروج والمروق عن الدين فهذا ليس من المتصوف الذي يحاول أن يجتهد ويزكي نفسه مع المحبة والموالاة لمن يوالي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن والاهم نعم ولم يكمل يعني اجتهاده في السيد بسيدهم فهو المتشبه بهم المتشبه بهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم هذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روا ذلك الإمام أحمد وغيرهم يعني كما قيل تشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا لكن هذا التشبه لا يكون دعوة وكلام يعني فقط باللسان يعني يوجد فيه محاولة للتقدم والترقي والتمسك والثبات على يعني منهجهم نعم أما فقط دعوة وترك يعني يجب أن يكون هناك دعوة وحال أيضا يعني حال ومحاولة ومجاهدة في ذلك بعض العلماء من علماء حضر موت يذكر كلاما جميلا في هذا الجانب فيقول الصوفي السالك الواصل الواصل يعني هذا تدرج في المقامات وجاهد نفسه وزكاها وترقى في العبودية لله سبحانه وتعالى حتى وصل إلى العلم بالله والمعرف به والخشي منه نعم فهذا صار صوفي اسمه السالك الواصل يعني تحققت به مرتبة الإحسان هكذا والمتشبه المتمسك بالطريق المحب لهم ثم قال وَمُتَشَبِّهُ الْмُتَشَبِّهُ مُتَشَبِّهُ المُتَشَبِّهُ يعني بمن يتشبه بهؤلاء يعني المؤمن بطريقهم المحب لهم ومن أحب قوما كان منهم نعم يعني إذن الآن عندنا ثلاث مراتب الصوفي المتشبه ومتشبه المتشبه يعني إذا كنا مع المتشبه المتشبه يعني هذا نعمة إن شاء الله يعني نحن من المحبين لهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا طيب الآن إذا يمكن أن تذكر لنا السمة الأساسية بأهل التصوف ما هي؟ أهم سمة وصفة لأهل التصوف الذي يعتبر أصلا لهم هو العلم بالكتاب والسنة نعم العلم بالكتاب والسنة أصل أصيل من أصول التصوف إذ بدونه لا يمكن قطعا لا حسن العمل ولا الاتصاف بمقتضى خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم بل لا يمكن مجرد العمل والاتصاف بهذه الأمور فضلا عن أن يتم إحسانه ويصل إلى مرتبة الإحسان فلابد أن يتحقق بتعاليم ومعرفة الكتاب والسنة بدءا من العلوم الواجبة العينية على كل مسلم ثم بعد ذلك ما يكون من فروض الكفاية وكلما زاد يعني معرفة بالله سبحانه وتعالى وعلما به كان أخشى لله وأتقى كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني من أراد أن يدخل بهذا الطريق أول صفة يجب أن يتحلى بها هي أن يتعلم الفروض العينية الفروض العينية التي وقبل ذلك العقيدة العقيدة نعم يعني هو من الفروض العينية والشياخنا رضي الله تعالى عنهم يعني لا يعتبرون السالك سالكا إلا أن يكون قد تعلم هذه العلوم سواء في أصول العقيدة نعم وبأصول الفقه يعني العينية يعني مثل الصلاة المعاملات التي يعني يفعلها وما إلى ذلك نعم هذه الفروض العينية واجبة على كل مسلم سواء كانت في جانب العقيدة أو جانب الفقه والمعاملة أو بجانب حتى قراءة القرآن نعم وما إلى ذلك فلابد أن يتحقق بذلك ثم بعد ذلك يسلك طريق القوم يعني علم التصوف هو مقيد بالكتاب والسنة بلا شك وهذا منهج أهل التصوف الإمام الجنيد رحمه الله تعالى يقول مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة وقال أيضا علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الإمام القشير رحمه الله تعالى ينقل عنه وقال من لم يحفظ القرآن الكريم ولم يكتب الحديثة لا يقتدى به في هذا الأمر نعم هذا الإمام الجنيد ثم يقول لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة يعني أي عبادة يقوم بها أهل التصوف لابد أن يكون لها مصدر إما من الكتاب أو من السنة بلا شك وهذا منهج أهل التصوف في تقييد أعمالهم وأفعالهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل التصوف يعني عرفوا بذلك وعرفوا أيضا بأن أسانيد العلم والقراءات والفقه والاعتقاد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنودة بهؤلاء العلماء الملتزمون المتمسكون بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم وهم الذين تمثلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فهذا التفقه بالدين الذي بعده يأتي العمل بهذا الفقه هو ثمرة ما ينبغي أن يكون عليه أهل التصوف بلا علم وعمل محال أن يرتقيها من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وهنا يقول أحد أشياخ التصوف بلا علم وعمل محال أن يرتقيها يعني يرتقي مقام التصوف ويقول بعضهم أيضا رحمه الله تعالى كل علم بلا عمل باطل نعم كل علم بلا عمل باطل وكل علم وعمل بلا نية هباء وكل علم وعمل ونية بلا موافقة سنة مردودة وكل علم وعمل وسنة بلا ورع خسران يخشى على صاحبه عند المقاصة يعني عند المحاسبة نعم يخشى على صاحبه عند المقاصة والموازنة ذهابه يعني إذن علم التصوف هو حجر من حجر الأساس لهذا الإسلام لهذا البناء هكذا ينبغي أن يكون هو الأصل في كل منتسب لطريق القوم علم عمل بالشريعة على نهج صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على نهج العلماء الربانيين الذين هم قعدوا القواعد وسلكوا هذا الطريق فذهبوا وعادوا ليخبروا القوم بما استفادوا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم نحن نتحدث عنهم نعم ونحبهم ونواليهم ونرجو أن نكون منهم ليس من خلال هذا الحديث أي مقصد أو نية على أننا نحن هم أبدا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم يقبلنا بالمحبين لهم آمين يا رب آمين بارك الله تعالى بكم وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم آمين أجمعين أعزائي المشاهدين قلنا في هذه الحلقة بأن أهل التصوف هم أكثر الناس تمسكا بالكتاب والسنة في حلقتنا القادمة سنتحدث عن اهتمامهم بالقلوب وكما تعلمون القلوب هي مكان نظر الله تعالى فكيف اهتموا بمكان نظر الحق عز وجل إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر